أمام غلاء الأسعار المشت خاصة في المواد الأساسية ارتأت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بولاية جابس أن تنظموا لأول مرة تظاهرات التحكم في الأسعار تحت الشعار من المنتج إلى المستهلك عرض لمختلف السلع والبضائع بأسعار مدروسة ومنخفضة ورمزية أحيانا أخرى مناسبة لمصالحة الحريف مع التاجري من جديد هذا يكان سعيد أوب وحبينا نرسخ من خلالها يعني جانب تكافل وتضامن بين مختلف مكونات المجتمع من منتج وتاجر من ناحية والمستهلك من ناحية أخرى وجد الحريف في هذه التظاهرة ملاذا للأسعار المنخفضة التي تراوحت بين 30 و50 بالمئة قديش الدقلة؟ والله الدقلة بالفين الكيلو بصراحة معناتها خاصة في حاجة كيميادية معناتها ترخص وتعاون المواطن وخاصة الفترة متاع رمضان وقادم عيد صغير فالسومة الكالية تيمنى عن الشخطة فالسومة فرق كبير ديها في مساعدة المواطن ديما لعنا بـ 1500 تابعة الحال برة تقيم من 2000-2500 حتى 3000 كذلك التاجر وجد في هذه التظاهرة مناسبة لدفع الحركة التجارية والاقتصادية تزامنا مع عيد الفتر المبارك بعد ركود مطول عانى منه التجار طويلا فايدة مشتركة سواء للتاجر باش يروج المنتوج متاعه بأسعار مناسبة تغطي التكلفة وتغطي هامش للربح ثم كذلك للمستالك التونسي اللي فرصة أول حاجة باش يشجع منتوجه التونسي الوطني 100% ونشجعه حتى من جانب وطني ثم كذلك المستالك يلقى اختيار واسع هامش والاختيار باش يتحصل على منتوج ذو جودة وذو تكلفة معقولة فام برشة ريدكسيون فام برشة ريدكسيون فام برشة ريدكسيون هذا بقدش كان وقدش هذا كان بخمسة وثلاثين بالنسبة للمعرضة عمنا بثوة منتصنا الف حتى احنا في برشة ريدكسيون من المنتج إلى المستهلك تظاهرة اقتصادية تظافرت فيها مجهودات اتحاد الصناعة والتجارة المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية المندوبية الجهوية للفلاحة جمعية ائمة جابس مجهودات متظافرة من مختلف مكونات المجتمع المدني لحماية المستهلك أسعارا وجودة بتابعة الحال كان الهدف هو حماية المستهلك كما قلنا فيما خص المنتجات الحساسة حيث تتوفر في هذه التظاهرة منتجات على غيراء الخضر والغلال الملابس الجاهزة والأحذية الدقلة والزيت الزيتون للمستهلك أيضا نصيب في ترشيد استهلاكه باتباع نظام غذائي واستهلاكي بشكل عام واع ومسؤول أمام تفاقم المصاريف ومستلزمات العائلة وبالتالي هنا توسية أو نصيحة قدمها للمستهلك أن يحافظ على الصحة يعرف من يشري يعرف كيف يشري فربة المئة إلى أخيره لأن حفاظ على الصحة هو حفاظ على سلامتها من كل ما هو أمراض وتسامات غذائية جماعية تبقى المسؤولية مشتركة بين الإدارة والتاجر والمستهلك رقابة مشددة على عمليات الاحتكار والتجاوزات من قبل الإدارة تنازل النسبي عن السعي وراء الربح المفرط أو الربح السريع من قبل التاجر وحصل تصرف أو التحكم في المصاريف مع احترام الأولويات من قبل المستهلك وحدها هذه المنظومة تكفل التوازن في الحركة الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر